السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات يسرني أن ألتقي معكم مجددا في درس جديد من دروس الكيمياء 102 المقررة على مسار التوحيد وكذلك كيم 802 المقررة على نظام التعليم الفني والمهني درسنا اليوم بإذن الله سيكون عن تصنيف التفاعلات الكيميائية فكما تعلمون أحبتي أن هناك العديد من التفاعلات الكيميائية التي تحدث في حياتنا اليومية ولذلك كان لابد من تصنيفها إلى عدة أصناف للتسهيل علينا في أثناء دراستها فتم تقسيمها إلى أربعة أنواع أساسية وهي تفاعلات التكوين تفاعلات الاحتراق، تفاعلات التفكك، وكذلك تفاعلات الإحلال بنوعيها البسيط والمزدوج سنتناول كل واحد منهم بإذن الله تعالى ونرفق كلهم بأمثلة إن شاء الله فلنبدأ بأول نوع من أنواع التفاعلات وهي تفاعلات التكوين تفاعلات التكوين هي عبارة عن اتحاد مادتين أو أكثر من مادتين ولكن الهدف أنهم ينتجون مادة واحدة فقط لاحظوا هنا أن الناتج هو عبارة عن مادة واحدة فقط مهما كان عدد المواد المتفاعلة سيكون الناتج هو عبارة عن مادة واحدة فقط فتفاعلات التكوين تفاعلات تتحد فيها مادتين أو أكثر لتكوين مادة واحدة فقط وبهذه الطريقة نميز تفاعلات التكوين إذا لاحظنا أن النواتج عبارة عن مادة واحدة فقط ومن أنثلة تفاعلات التكوين المثال الأول لاحظوا لدي هنا عنصر الصوديوم هذه المادة عبارة عن عنصر الصوديوم وكذلك الكلور عبارة عن عنصر فمن الممكن أحبتي أن يتحد عنصرين معا لتكوين تفاعل أو الإحداث تفاعل تكوين النوع الآخر لاحظوا هنا C-A-O أكسيد الكالسيوم عبارة عن مركب وكذلك الماء H2O عبارة عن مركب فبالتالي ماذا سيكون هذا النوع؟ عبارة عن اتحاد مركبين معا النوع الثالث سيكون عبارة عن لاحظوا SO2 يحتوي على الأكسوجين والكبريت فإذن هو مركب والمادة الثانية المتفاعلة هي عبارة عن مادة واحدة أي عنصر فقط فالنوع الثالث هو اتحاد مركب مع عنصر ولكن ينبغي التركيز جيدا على أن لاحظوا النواتج كلها عبارة عن مادة واحدة فقط وبالتالي أستطيع استنتاج أن هذا التفاعل إذا رأيتم من بعيد أستطيع استنتاج أن هذا التفاعل تفاعل تكوين النوع الثاني أحبتي هو عبارة عن تفاعل الاحتراق تفاعل الاحتراق هو عبارة عن تفاعل مادة ما أي مادة مع غاز الأكسوجين فإذا رأينا أحد المتفاعلات في أي معادلة كيميائية هو عبارة عن O2 على هذه الصيغة تماما O2 ففورا أعرف أن هذا التفاعل تفاعل الاحتراق ومن أهم مميزات تفاعلات الاحتراق أيضا أنها تنتج مادة ناتج عن تفاعل المادة المتفاعلة مع الأكسوجين وتنتج أيضا طاقة وهذه الطاقة ستكون على شكلين على شكل حرارة وعلى شكل ضوء فهذه هي تفاعلات الاحتراق تماما كاحتراق الألعاب النارية الألعاب النارية أعزائي هي في الأساس عبارة عن فلزات هذا الفلز عندما يتفاعل في وجود الأكسوجين أو يحترق في وجود الأكسوجين ينتج لدينا حرارة كما نشاهد ينتج لدينا حرارة وكذلك ضوء وهذه هي عبارة عن تفاعلات الألعاب النارية التي نشاهدها ونستمتع بها أيضا مثال آخر على تفاعلات الاحتراق وهي احتراق الهايدروجين لاحظوا هذا التفاعل يحترق الهايدروجين في وجود الأكسوجين لاحظوا وجود الأو 2 في جهة المتفاعلات ليمتج لنا الماء زائد الطاقة من خلال هذا النموذج الذي ترونه مثال آخر على تفاعلات الاحتراق وهي عملية احتراق الفحم الفحم هو عبارة في الأساس عن كربون عنصر الكربون ويحترق أيضا في وجود الأكسوجين على شكل الأو 2 مادة غازية لإنتاج ثاني أكسيد الكربون وطاقة وذكرنا سابقا أن هذه الطاقة عبارة عن طاقة حرارية وطاقة ضوئية ونستعمل هذا التفاعل في حياتنا اليومية ربما لإشعال البخور أو للشوي نوع آخر من أنواع أو مثال آخر من تفاعلات الاحتراق وهو احتراق الميثان الميثان أعزائي هو عبارة عن مادة عضوية وصيغتها الكيميائية سي أتش فور عندما تحترق في وجود الأكسوجين سينتج لدينا دائما ثاني أكسيد الكربون ماء وطاقة هذه الطاقة الحرارية والضوئية كما ذكرنا آنفا هي عبارة عن الطاقة التي نستخلصها من غاز المواقد التي نستعملها في بيتنا كل يوم هذه الطاقة الحرارية والضوئية ناتجة عن عملية احتراق الميثان وهكذا أحبتي ننتقل إلى النوع الثالث التفاعلات أو تفاعلات التفكك وربما استنتجتم فورا ماذا ستكون الصيغة العامة لها لاحظوا أن التفكك هو عبارة عن مادة متحدة معا ستتفكك إلى أجزاء صغيرة لاحظوا لدي هنا المتفاعلات عبارة عن مركب واحد فقط مركب A B إلى ما ستفكك بالتأكيد إلى A و B وبعكس تفاعلات التكوين سنحتاج هنا أو ستكون عفوا ستكون المتفاعلات هنا هي عبارة عن مادة واحدة فقط بعكس تفاعلات التكوين فإذن ربما تتفكك إلى مادتين وربما تتفكك إلى أكثر ومن أهم ما يميز تفاعلات التفكك أنها وأيضا بعكس تفاعلات الاحتراق ستحتاج إلى طاقة لتحدث فلا يمكن تفكك أي مادة إلا من خلال وجود طاقة يجب وجود مصدر للطاقة ما هي هذه الطاقة؟ أما أن تكون طاقة حرارية طاقة كهربائية طاقة ضوئية أي نوع من أنواع الطاقات سيستطيع أن يفكك لنا المادة فنتناول بعض الأمثلة المثال الأول هو مثال تفكك الماء وقد تناولناه أعزائي في درس العناصر والمركبات هل تذكرون هذا التفاعل؟ تذكرون هذا الجهاز؟ هذا الجهاز هو عبارة عن الجهاز التحليل الكهربائي للماء ولاحظوا ماذا كتبنا؟ كتبنا الكهربائي لماذا الكهربائي؟ لأننا نستخدم مصدر للتيار الكهربائي لتفكيك الماء الذي هو عبارة عن ذرتين هايدروجين وذرت أكسوجين المتحدتين معاً نستخدمه لتفكيك الماء إلى غاز هايدروجين وغاز أكسوجين لاحظوا هنا عند توصيل الأقطاب التي هنا بالبطارية يبدأ التفاعل في الحدوث ينفصل غاز الأكسوجين عن غاز الهايدروجين فاستطيع التفكيك الماء إلى هذه الغازات نوع آخر أو مثال آخر وهي تفكك نترات الأمونيوم ربما تتساءلون ما هي نترات الأمونيوم؟ نترات الأمونيوم أعزائي هي عبارة عن ربما شاهدتمها سابقاً المادة على شكل حبيبات بيضاء توضع في الأسمدة العضوية لأنها تغذي النباتات فهذه هي نترات الأمونيوم عندما تتعرض نترات الأمونيوم للحرارة لاحظوا يجب أن يكون مصدر للطاقة ملاحظة أخرى يجب أن تكون المتفاعلات عبارة عن مادة واحدة فقط نطلق عليها أنها من ضمن مجموعة تفاعلات التفكك فتتفكك نترات الأمونيوم صيغتها الكيميائية NH4NO3 إلى غاز الـ N2O والماء ولابد من وجود الحرارة كما ذكرنا المثال الأخير أحبتي هو عبارة عن تفكك أزيد الصوديوم أزيد الصوديوم صيغته الكيميائية N3 وعندما يتفكك باستخدام الكهرباء لاحظوا أيضا مصدر للطاقة يتحول إلى فلز الصوديوم وغاز الـ N3O وربما هذا التفاعل أحبتي قد يحفظ بإذن الله تعالى حياة أحدنا ونحن لا نعلم ما هذا التفاعل هذا التفاعل يستخدم فيه أكياس السلامة في السيارات كيف تحدث هذه العملية؟ كيس السلامة يوضع داخل المقود طريقة ما؟ نتخيل أن هذا كيس السلامة كيس السلامة يحتوي بداخله على مادة أزيد الصوديوم التي تحتوي على الصوديوم والنيتروجين مع أو بالإضافة إلى هذه المادة الكيميائية أزيد الصوديوم يوجد هنا جهاز هذا الجهاز حساس للصدمات الكهربائية فإذا لا سمح الله اصطدمت السيارة بقوة معينة سيستشعر بها هذا الجهاز يستشعرها ويطلق شرارة كهربائية فهذه الشرارة الكهربائية ستنطلق نحو أزيد الصوديوم ماذا ستفعل؟ إذا تعرض أزيد الصوديوم للكهرباء سيتحول إلى غاز الصوديوم وماذا يطلق؟ يطلق غاز النيتروجين ماذا سيفعل هذا الغاز؟ سينفخ الكيس بسرعة ويحمي السائق وركاب السيارة من الإصطدام لا سمح الله فهذه التفاعلات الكيميائية يمكن أن تنقذ حياتنا يوم الله حفظكم الله تعالى وهكذا أحبتي انتهينا من الجزء الأول من دارس تصنيف في التفاعلات الكيميائية على أمل أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الجزء الثاني منه تحياتي لكم